عادت كرة القدم يا رزيعة وعادت معها حلقات رزع أوروبا والله العظيم كتوحشاني الحلقات دي جدا 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 زي ما انتم وحشتوني في ردود أفعالكو وكومنتاتكو والمتابعة كل أسبوع عن ملخص الدوريات أما عن بدايتنا فكانت قصية جدا فيها نوع من القر فيها نوع من الحسد معقولة تشكيلة الفيفا دي ما تكسبش معقولة تشكيلة الفيفا دي تخسر أديهم اتعادلوا أخويا وضيعوا أول نقطتين ريال مادريد في الحفاظ على لقب اللاليجة ومن هنا نجاوب على سؤال مهم جدا في الحلقة وهل هي فعلا اللعيبة والأداء في الملعب بيعتمد على النجوم اللي مشاركة في الخط الهجومي بس أما الناحية الثانية فهتلاقي أن فليك بيفوز بأول مباراة لي رسميا مع برشلونة بي صغار النادي فمع أربع لعيبة تحت سن العشرين ومع جون كمان جيفيك بدري فانك تعمل رومونتا ده أكيد عندنا كلام كتير عن بدايته الأولى اللي ما كانتش سهل فوسكو بار انجلترا ليفر بول بيفوز على إبسويتش أرسنل بتفوز على وولفز ويونايتد بتفوز على فولهم ولكن كل واحد بطريقة معينة فالزكيرتسي اللعب الهولندي بيعيش أحلى بداية مع مانشستر يونايتد ساكا بيؤكد أنه النجم الأول وهفرتس الله يخرب بيته شكله هيحرمنا من المهاجم الوقت طلع طالعه نتكلم في الموضوع ده أما عن محمد صلاح فبالتأكيد لا يخزلك أبدا في المباراة الأولى الافتتاحية ويكسر رقم جديد هنتكلم عليه في تاريخ البريمير ليب شابة ألونسو بيكمل إعجازه هذا الموسم والدوري الإيطالي بينتحر خسارة كل الكبار فتعالوا رزيح نتكلم عن أبرز ما حدث من وجهة نظري تعالوا نرزع براحتنا في أول أسبوع كرة قدم اعملوا لايكات تابعونا على إنستجرام فيسبوك سوشيال ميديا كلها موجودة تحت في الديسكريبشن أركيتستور دايما البضاع في جهزة كازنو الألعاب موجودة براويزة لمينيا مالو مبابي متاح دلوقتي إلحق اشتريها قبل ما تخلص وترجع تندم عليها افتح تنبياتك لأن الحلقات رجعت بقوة وبكرة إن شاء الله حلقة الانتقالات أدام سلمني أوروبا سلمك انتقالات الدهالي تانية بصيني ونعمل أسستات للرزيح ويلا بينا نخش بالإنترو أربيكم رزيح في حلقة جديدة من حلقات رزع أوروبا ونبتدي الجدول كما جاء بدري جامولنا مانشستر يونايتد وتنهاج ورينة عام التن إدارة الجديدة واللعيبة الجديدة هتعملي والحقيقة الوضع كان مش ولابد الوضع كان مش قلطف حاجة أنا لو من جمهور مانشستر يونايتد هينزل علي بعض من القلق ولكن فيها مكاسب كتير أكيد لتنهاج فيها حاجات مبشرة جدا للمسم ده ما كنتش بتشوفها خالص المسم اللي فات ولازم تحط عينك عليه أولها بالتأكيد عودت بعض اللعيبة إلى الزروة مرة أخرى أولهم كاسيميرو الراجل اللي قلنا وتخنقت في رزع الجمهور إن الراجل ده ممكن يعود وبالفعل بتشوف كاسيميرو مش بتاع مانشستر أول سنة لا ده بتاع ريال مدريد الراجل اللي عنده أداء دفاعي رائع في نص الملعب مع الإضافة الهجومية الكبيرة اللي كان هو سبب خطورة مانشستر يونايتد في الهجمات الأولى اللي عملوها سواء الكورتين اللي برونو وفرناندس ضيحهم بشكل منفرد تماما اللي كان عملهم له كاسيميرو أو بأكتر من الشوطة اللي شاطها على الجون فيه خلال المباراة كاسيميرو فتكر كلامي لو كمل كده بجانب الجوهرة كوبي ماينو اللي مكمل على أداء المسم اللي فاته اليورو العظيم اللي كان عامله نص ملعب مانشستر فيه أمان تاب أما لو كلمتك في خط الدفاع فأكيد صناقية لساندرو مارتينيز وماجواير تخليك تحتار شوية هو لو لين يورو رجع من الإصابة أو دليخت بقيت عايزة شاركه على حساب واحد من الاتنين أعمل إيه؟ والحقيقة دي مشكلة إيجابية جدا لأن ماجواير بيثبت في أول مباراة أنه واحد من المدافعين الكويسين جدا واللي تطور تحت التنهاج بشكل كبير جدا ومستمر على ده أما عن لساندرو مارتينيز اللي دخل خناقة شخصية مع أدامة راوري على السوشيال ميديا بعد المباراة بعد أما منعه تماما من الخطورة وطلع بعد كده قال لك أنا بعدت الجيم بيتطريق بقى على العضلات اللي عملها لنا أدامة راوري والزيوت اللي بيدانها رد عليه أدامة راوري ليه ده ماتش عودة نتكلم فيه أما عن مميزات الصفقات الجديدة بغض النظر عن دي لخت اللي ما كنتش مقتنع تماما أن ليه مكان فيه المباراة الواد ماجوار عمل ماتش زي الفل ومزراوي اللي هكلمك عليه عمل ماتش زي الفل تحنكش بقى تنزل إيفنس ودلخت عشان تغير مزراوي وتلعب لساندرو باكليفت كل ده عشان نشوف دلخت عشر دقيق ما كانش لها لازمة وكنت ممكن تدفع تماما وكان هيبقى شكلك فازلوك أما عن الصفقات اللي بدأت في مكانها كانت على وضعها سواء مزراوي اللي بشوفه إضافة رائعة عمل ماتش ولا أكينه بيلعب في البريمير ليج بقاله خمس سنين أما عن البديل زي كرتسي اللي بيسجل فيه مباراته الإفتتاحية وبتشوف فرحة اللعيبة وفرحة الإدارة باللاعب اللي حطوا ثقاتهم فيه مش بس هو ده كمان البديل اللي صح جدا لنزل بدال ديالو وهو جراناتشو جراناتشو ممكن يكون ضيع كرة في الآخر تتشل منها يعني حتى راشور تبصره رح حضن هيجيله أزمة نفسية بلى وشاف الكرة دي في الاعادة لما يروح ولكن في المجمل الراجل عمل عرضية جيدة جدا جي منها الهدف بداية الديك دافع معناوي كبير جدا للزي كرتسي اللي لازم تعتمد عليه في مركز المهاجم سواء هو أو بقى الراجل اللي يرجع من إصابته هويلند في الفترة القادمة ولكن جاو برونو كمهاجم وهمي ده مش هيكل معاك والراجل مش هتعرف تطلع منه أحسن استخدام ليه أما لو بصيت على فولم فهتقدر تقول إن الفريق ده مكمل عنده ومكمل قد إيه هيبقى فريق شرس ومستهل إنك تفوز عليه بقيادة ماركو سيلفا الراجل البرتغالي اللي عامل سكواد جيد جدا والظاهر إنه مكمل على نفس الأداة أما عن ليفر بول فكانت بداية أرني سلوت والإيرا الجديدة للراجل اللي داخل مبتهج جدا على الدورة الإنجليزية وحب فجأك وأقولك إنه واحد من القلائل اللي جم ليفر بول في بدايته وكسب المباراة الأولى تقولي يعني إيه أقولك يعني كلوب خسر مباراةه الأولى تلاقي إن روجرز خسر مباراةه الأولى كيني داجلش خسر مباراةه الأولى روي هوتسن رافا بنيتز كلهم خسروا مباراةهم الأولى دخول الحمام إزاي يخروجه وده اللي شافه سلوت في أول شوت ليه وكان ممكن يخسر بدل الهدف اتنين أمام إبسويتش اللي هو ينهر إسود وده الدوري الإنجليزي هو ده أضعف فريق عنده قالك إبسويتش ده أضعف فريق والبداية الموفقة لليفر بول الدنيا كانت غربلة في الشوت الأول الراجل تحسه كان متفاجئ برتم الدوري الإنجليزي وصدمت ألفرة لا يا خبيبي ده مش الدوري الهولندي والحقيقة ده اللي عمله في الشوت الثاني وشفنا ليفر بول متغير تماما طريقة لعبة مختلفة طريقة لعبة باينة الراجل باين هو عايز يلعب ازاي ولعبته ابتدت على طول تنفذ اللي هو بيقول صحيح ضحى بكوينسا في الشوت الأول عشان على طول يديله كده اللي سبوت ان انت كنت السبب في مباراة ضعيفة قدمها الراجل ولكن ضحيت بيه بزياد نزل كوناتي الدنيا زبطت وبدأ محمد صلاح كعته ولا يشتريها في تكسير الأرقام القياسية فبعد صناعة الهدف الأول لجوتة الراجل اللي ابتدى يعتمد عليه في مركز المهاجم اللي هنشوفه بشكل كبير على حساب داروين وجاكبو في هذا الموسم وبعدها بخمس دقيق بالضبط في الدياة 65 بيكرر صلاح انه ينهي مباراة ابتشويتش بالهدف الأول ليه والتاسع ليه في مباراة الافتتاح عشان يعدي وينروني فرانك لامبرد وآلن شيرر في سباق الهدفين في المباراة الأولى الافتتاحية أما عن الأرقام فالأرقام تتحدث عن نفسها مباراة صلاح كانت رقم 350 في مسيرته مع ليفر بول بيسجل من خلالها 300 هدف سواء كان أهداف أو صناعة 212 جون و88 أسست بداية نقدر نقول عليها نص رائعة في شوط تاني قدر بالخبرة وبالنجومه وبالسباة التشكيلة وبالشكل اللي هو قاعد يدربهم به على مدار الـ Preseason إن هو ياخد الثلاثة نقل بتوعه في أول مباراة كانت مهمة جدا ليه أما لو بصيت لإبسويتش فعندي تعليق صغير جدا وهو لعب سام مورسي يا جماعة الراجل ده ما بيلعبش في منتخب مصر إزاي ألتم ولا أعمل إيه؟ طيب الراجل ما قدم مباراة قدام نص ملعب ليفر بول واحد من أقوى الفرع في العالم مايسترو الراجل تحسه عارف أداء الدور الإنجليزي وعارف يتعامل مع سرعة الرتم وعارف يتحكم في إطار إبسويتش نجم الشوت الأول بالنسبة لي هو سام مورسي راجل أظن لو لم نرى أساسي في منتخب مصر فيه المباراة الدولة القادمة يبقى عندنا مشكلة كبيرة أما أخيراً في ثالث لعب عربي كان مشارك فيه المباراة عليه الحمادي اللاعب العراقي اللي نزل في الشوت الثاني ونتمنى نشوفه أكتر فيه المباراة القادمة ونشوف أهدافه اللي هتتسجل وأنا وصك من ده في البريمير ليج الأرسنال إيزي سهلة وبسيطة وأرسنال اللي سيبت السنة اللي فاتت هو اللي نزل بيه السنة دي السكة والخبرة والأداء والريتم والشياكة والسكة وهابرتز لاخر بيت قاله طبعاً أقنع 60-70% من جمهور أرسنال ومعرفش أقنع قد إيه من دماغ أرتتا نحن لا نحتاج لمهاجم نحن نحتاج لمهاجم عشان بس أديله حق والرجل اللي طلع وحد هلند في السقف وعمل الهد بتاع أسيست سكة تحفى بس ديقني من جوه عارب له يعني شايفت سيناريو يقول لك خصوص مش هيتصاب إن شاء الله وهابرتز هيجيب فوق العشيء و هيجيب على فكرة هيوصل لعشرين هدف أنا وصك من ده عايزين مهاجم عايزين مهاجم بالله عليكم ما تخليش البدايات تغرغرنا آه إحنا كويسين وقدرنا إن إحنا نتعامل مع ولفز كما المطلوب في المبارة الأولى في وسط أرضنا بنلعب عندنا أكيد كان مشاكل دفاعية سليبة كان مهزوز راية النهاردة كان واحد من نجوم اللقاء بيحارب سكة فيه رجل المباراة بالنسبالي وبيؤكد إنه كان القرار الصحيح إن رمز ديل ما يبقاش ليه مكان وبيؤكد إنه هينافس بقوة على قفاز الزهبي لتاني موسم على التوالي أما عن البكايو سكة فبعد الأسيست الأول ليه في الدئة 25 بينهي المباراة في الدئة 74 بهدف فردي بحت بهدف بيؤكد إنه اللعب الأكتر كونسيستنت فيه هموم أرسني الأكتر ثباتا فيه المهاجمين مارتينيلي ماتش وماتش هافرتز بيطلع النهاردة وارد الماتش الجاي ما تلاقوش ولكن المؤكد إن سكة هو العنصر الفعالة الهبومي الأول في الفريدة طب يا سري محتاج إيه غير مهاجم شفته من الماتش الأول محتاج وينجر سكة شاط واحدة بشوت الأول مسك الرجبة وأنا مسكت قلبي معاه طب هنعمل إيه هننزل ويلسون تاني وهنقايش في القصة السودة دي محتاجين يا جماعة حد يغطي لإن وارد يحصل إصابات ديكلاند رايس خرج الله أعلم لحد دلوقتي بصور الحلقة مفيش أخبار الرجل طلع مصاب ولا طلع بس طمأنين إنه ما يحصلوش حاجة في خلال المباراة ميرينة لو مجاش بارتي ماشي معاك ماتش ويلف ولكن مش هيماشي معاك في الماتشات الكبيرة ولا هو ولا جورجينيون أسف الموسم ده ما تحاولش تطلع منهم حاجات أكبر من قدراتهم زيه زي خط الدفاع بس خط الدفاع أنا متطمن وجود زيتشينكو ممكن يكون مفيد هجوميا فماتش زي ويلفز ولكن ماتشات تانية هحتاج كلافيوري اللي فضل أرتيتا إن أنا مش هستخدمه خالص عندي لسه تمبر عايز أهله مع الفريق وبتشوف الرجل بينزل الحقيقة في خلال عشر دايق ربع ساعة بيعمل خطورة وجابها يمين نارية أما عن آخر تعليق فين الفيفا فين القانون فين الدولة اللي اسمها انجلترا على اللعب الموسيكيرا يعني الموسيكيرا عمل كل حاجة في الماتش غلط كان ناقص يسب لنا مئة ملة يطلع كده يضربني ألمين في الماتش ويقال لي أخرع السماعورياتسيو ويخدش جوا التليبي إيه يا عم فيه كاي هافرتس وكان عايز يقتله غصبا واقتدار ومسكه في المرقابته إيه يا إيه ده ده مدلوش انذار فيه فين الفئر وإحنا عشان كسبنا هنعدي فوتناها يخش على ودي يشيله بتاكل والحاكة معمى ولكن توصل في الآخر إن احنا من خيسوس ده لسه نازل عشر ده ما نحبش عادة يعني ده ده ملو مشكلة نفسية هو ده الهاي لايب بتاع الماتش بتاع خيسوس يطلع في الآخر الفيديوهات ونقض نتحك على خيسوس بدل من عاقب الود وما حد شافها طبعا ولا هيتعاقب ولا جات كونيلة اقسم بالله بنتحارب من اول ماتش قدم عشان من فوص بالدوري قبل ما اكلمك على مباراة الجولة كان في مباراة جولة اهم منها وهي مباراة أستون فيلا وستهام اللي اتنين اللي عندهم سكواد رائع ومدربين رائعين سواء له بتيجي مع وستهام بشكل ورؤية جديدة تماما او امري اللي مكمل اداءه الرائع اللي بيثبت ان أستون فيلا هي مكانتش مجرد سنة واحدة في بداية قوية ومهمة مش معبرة للموسم ولكن بتشوف على طول قنانة اللي بيحتاج اربع دقايق فقط عشان يقولك ان انا متأطلف وان انا تمام وان انا جاي عوض دوجلس لويز احسن تعويض فبرأسية يخش الراجل اللي يجيب الهدف الاول لأستون فيلا عشان يتعادل من راكل الجزاء باكويتا لو استهاموا يصعب الموضوع ولكن ينزل البديل دوران هو وماتسن اللي بيقلبوا مباراة أستون فيلا عشان يعرض عضلاته وني امري بيوريك ادكته قد ايه قوي نفس الوقت عجبني جدا لو بوتيجي انه مستخدمش اغلب صفقات الموسم صرف تقريبا فوق المئة مليون ولكن ظل بتشكيلة وستهام اللي انت شفتها الموسم اللي فات عشان التأقلم وعشان قد ايه الدوري الانجليزي صعب تشرك فيه لعيبة اول مرة تلعب مع بعض ففضل وجود توديبو وبيساكا وفولكروج وصامر فيل كلهم على الدكة سواء أستون فيلا او وستهام فريقين محترمين جدا وكان على وشك انه كمان واستهام تحرز الهدف التاني وتتعادل في اللقاء كان هيبقى مرعب لو انتهى بقى حقيا لو استهام انها تتعادل في مطش كان صعب جدا هنشوف منهم أجواء حلوة في المبارات القادمة والأسابيع القادمة من الدوري الانجليزي اوه ده حلو قوي احنا عاديين في جنينة حيوانات ايوه عماما يقول هجت عليك كلب بيهوها وتحت وكلب بيهوها وفي الشقة وكلب بيهوها عند الجرام ايه الزول اللي احنا فيها دي خلاص يابا معلش عندنا هم دهو الكلاب أمايلو ومش متربيا انت متربيب على ايد الموريسي خش يا حبيبي خش بالله عليك الساعة تلاتة الفجر وفي اخر مبارات الدوري الانجليزي على حد ما وقفنا يعني توتن هام وليستر طبعا لسه يلعبوا لكن اللما يلحقناش في حلقة يوم الاثنين هو اللي خسران مش احنا بالتأكيد ففاز السيتي بالطبيعي والمتوقع والنورمال جدا ان يفوز على مشروع لسه بيتبني تحت ماريسكا ضد مشروع بيستهبل مجوار دي قولي ياه كلما فكر قد ايه الشخص ده بايخ وقد ايه كل سنة بايبوخ اكتر في الاعلام قال لك احنا السنة دي مترجتين التوب فور شوف قد ايه وسخ شوف قد ايه صاق يعني لا حوله لا قاتل لا بالله توب فور يعني يعني مش اول وتا توب فور تضحك على مين بلدي او الحركات دي يا جوارديول خلاص ما قال لك السنة كمان ما عنديش دافع السنة دي انا ما عنديش اي دافع ان انا اكسر انا مستغرب جدا اللعبتي نزلت قدمت كل حاجة ازاي بلدي ومفضوح وعرة وهنضربك كلنا جوارديول للسنة دي بس تمام شيلسي ما تقدرش تحكم عليهم سواء هم اللعيبة او المدرب او المشروع اللي الرجل ما طلبش غير حاجة واحدة ما ريسكا اول ما جيه هي الصبر عليها يا جماعة انا لسه ما ابتدي حاجة من تحت الارض والحقيقة كان رد الفعل واضح من الجمهور اللي ما كانش صبر تماما في ملعب الستانفورد بريتج اللي كان بيبوء او بيزوم على لعيبة كتيرة جدا من فريق شيلسي النهاردة بشكل ملفت جدا في بداية انتم متسرعين فيها اوي اتمنى الجمهور اللي بيتفرج علينا من جمهور شيلسي ما يكونش عنده نفس الاحساس لان ده مش جمهور شيلسي بس ده كمان رئيس النادي توت بويلي اللي في دي اربعة وتمانين والفريق خسرية اتنين سفر قال له خلاص مستحيل نرجع وقام ماشي واخد الطيارة بتاعته وطلع بقى مطرح مراح لانه الراجل برضه بيقول انا صارف خمسة وتلاتين لاعب في مليار ونص تقريبا ففين الكاشات دي وده مش هيكل وده اللي بيخليه يغير كل سنة مدرب اول ما يبتدي يشم ريقه وده اللي بيخليك تبص على سكوات شيلسي بالمليار وي اللي اتصرف وانت مش لقيله اي ملامح ولا اي معالم فريق في الاخر كل الصرف ده نيكلوش جاكسون هو المهاجم بتاعه اقسم بالله وسبن علي برقابته كان خلص النهاردة كل الكور اللي نيكلوش جاكسون رجعت له وهو وقف في الأوفصايد مولود في الأوفصايد مهاجم لا يعتمد عليه النهاردة في اسئلة كتيرة جدا وعلى السكوات بتاع تشيلسي رحيم سترلينج برقابة مش عايزه تشيلول برقابة والراجل بيقول انه مش عايزه كمان اتسئل الراجل ده طب انت مش عايز اللعيبة دي ليقال لهم والله العظيم انا ما قلتش حقب السل احنا ما عندلش مكان قابة مقونا من 42 لعب ما يعرفوش بعد مش عارفين عايزين ايه مفيش سيستم مفيش نظام ربنا يعين كل جمهور تشيلسي ومارسك على المشروع اللي شكله مش هيبتدي قريب تقول لي يا سري انت مغمقها فوشي لي انا ما كان شكلي وحش قوي في الملعب اقول لك بكل بساطة انك لو بصيت على 11 لاعب ان انت روح تصرفت فيهم ملايين في الصيف ما شاركش منهم ولا لاعب في المباراة النهاردة عكس السيتي اللي راح جاب صفقة واحدة سافيو النهاردة مشارك عارف هو عايزي عارف هو بيصرف فين عارف المشروع نقصه ايه بالزبط وانا محتاج ايه بالزبط خد طعم خد نتيجة النهاردة بيشرك اربعة منهم كبودلاء في المطش سواء بارك جويهي سواء نيتو سواء دوش بريهول او فييجا ولكن المنتج حتى لو كنت تعدلت والمناسبة شيلسي النهاردة تظلمت في ضرب الجزاء واضحة وصريحة على اللاعب كوفازيتش الراجل صعب الهدف الثاني غير الهدف الأول بتاع حالند اللي هجيله عشان ليه قصة لوحده ولكن اكيد تظلمه ولكن هل ده كان دافع ان يتخليك تنبسط من فريقك النهاردة لا طبعا اما عن السيدي فزي ما حكيتلك بتشوف عكس كل حاجة بتحصل في تشيلسي فريق منظم فريق عارف هو عايز ايه فريق عنده مهاجم عكس تماما نيكلوش جاكسون بيجيله فرصة واحدة بيحرز هاجون وبيعمل كوميكس من كوكوريلا اللي تصدر ليه كوكوريلا في احتفالات اليورو لما طلع قال لك هلند خايف مني كوكوريلا جايله بيشرب مش عارف ايه والهكس اللي شفتنا ده كله اهو جاب بيئة الارضن ما كانش لي لازمة برضو انك تنقش التنين ده يعني الدنيا سترة معاك وكسبت مدالي يوتيورو وبتاعك خطها في جيبك وسكتم بوكتم لازم يعني نعمل نمرة اهو عمل بيك نمرة النهاردة قوي عمل بيك نمرة وابتدى السجل التهديفي في صراع هلند مع جيزة الهداف لتالت موسم على التوادي الله العظيم ما خلي هفر تسيبك الله العظيم ما خلي سيبك يا ابن التنين انت يمكن اللعاب الوحيد اللي تقدر تطلعه في منظومة السيتي هو غياب رودري اللي ملوش بديل النهاردة كفزيتش اهو سجل الهذا في التاني وكان رائع وكان عمل مباراك ويسه جدا في نص الملعب ولكن انت بيحصل لك داونجريد مرعب في نص ملعبك وفي الهجمات اللي بتترد عليك وفي رتم المباراة تقول لي دي بروين رجع تقول لي اللعيبة شكلها كويس اقول لك تمام ولكن رودري هو منظومة لوحده بيتبني عليها نجاح هذا الفريق في ألمانيا الدوري مبتداش ولكن شابي ألونسو مكمل اعجاز هذا الموسم اللي تالت بطولة لي في خلال خمس شهور اخرانيين بيتوج بيهم الراجل بعدا ما استلم الفريق اخر بطولة خدها كانت 1993 يعني من 31 سنة اللي قدر يتوج بالسوبر عن طريق دربات الجزاء على حساب شتوتجارد الألماني اللي بنفسه الأسلوب بتاعت شابي ألونسو وبنفس طريق تأشهلل الخصوم والأهداف اللي بتيجي في الدقاءة الأخيرة فبعدا ما بيجيب هدف عن طريق بونيفيس وبيضطرد منه تيرير المدافع بيتعرض إلى ماتش صعب جدا بيضطر انه يدافع فيه بيلبس هدفين ولكن باتريك تشيك بيحرز هدف في الدقيقة تمانية وتمانين عشان يدخلهم على طول إلى طريق الأمان وإلى طريق السوبر الألماني فهل قادرت شابي ألونسو أنه يكمل بمشروعه هذا الموسم ضد باير مينخ في الدوري الألماني هل هيقدر ينافس في الشامبيونزليج ويبقى لي شكل هذا الموسم ده اللي هنشوفه في الأسابيع الجاية أما للحقيقة اللي مش حايتين نشوفه في الأسابيع الجاية محترمنا طبعا لو أشاقه يعني الدوري الإيطالي قال لك أموريسي يبص على الكلتش ما تكلمتوش عليها بشكل مريح فلزع الجمهور كلتوها كده في الحديث حب أقول لك أني ألقيت نظرة على الدوري الإيطالي وقلت بقى تفرج على الإنتر والميلان وروما ثلاث فرق اللي مرشحين يبقوا في الطوف فور التلاتة تعادلوا ضلمة كله ضيع نقط إنتر اتعادل مع جينوى اتنين اتنين فيه فتتحية لن تكتمل فالدرب الجزاء بيحرزها جينوى في الدقيقة 95 عشان يضيع من الإنتر وإنزاجي أول نقطتين في زباق الدول أما عن الميلان فبيعود بريمونتادة صعبة جدا في الدقيقة الأخيرة بعدما بيتأخر بهدفين كانوا بشكل مريب جدا ومشاكل دفاعية واضحة جدا للميلان ولكن بيقدر في الدقيقة 88 يعود عن طريق مراطة البديل وكفور البديل أيضا اللي بيقدر يسجل في الدقيقة 94 ويهرم الميلان بنقطة واحدة من أمام تورينو على ملعبه في السنسير روما أيضا بتتعادل خارج ملعبها مع كالياري 00 في مشروع دروسي اللي كنا أيضا متفقلين به ببداية قاسية جدا ولكن لو جت للقساوة يعني مفيش أحلى من كونتي اللي جيه في أحضان الدور الإيطالي وقال له أهلا بيك 30 أول مباراة لنابولي أمام فيرونا اليوفي هيلعب بالليل أمام كومو عشان يحاول يستغل كل وقوع الكبار في الكالتشو أو تلاقي الملعب سقط بهم كلهم ونقفل الكالتشو ده على خير من أول أسبوع إيه إيه ده أما في آخر جزء رزيعة فلازم نتكلم عن اللليجة واللي حصل عكس المتوقع برشلونة بمباراة صعبة جدا أمام فالينسيا في المستايا بسكواد لسه مش جاهز بمباراة أولى بعدم سبات بعدم وجود لعيبة خبرة بلعيبة شعب كتيرة جدا بتلعب يفوز باثنين واحد بريمونتادة أيضا على فالينسيا في مباراة كتصعبة ولكن قدر يطلع منها باللي هو عايز عكس مدريد تماما اللي كان عندها مباراة أسهل على الورق أمام مايوركا بنجوم هم جاهزين تماما بتشكيلة الفيفا زي ما سموها كل عشاق ريال مدريد على السوشيال ميديا في افتتاحية مباراة مية في المية في اختباره الأول لما تبص على طول على ظروف المباراة وبص على طول على التشكيلة اللي بدأ بيها وتتفاجئ إن عنده أربع لعيبة تحت العشرين ولاعب كمان عشرين سنة بالزبط واللي هو بلدي يعني بتتكلم فيه سكوات تقريبا مبني من اللمسية سواء كوبارسي في خط الدفاع أو كسادو وبرنال الاتنين اللي لعبوا في نص الملعب لمينيا مال في خط الهجوم وبلدي زي ما قلتلك في المركز الباكليفت ومع إضافة كمان اللاعب باو فيكتور اللي نزل فيه أنشط التاني وكان شكله جيد والحقيقة مش بس هو ده كل اللعيبة اللي شاركت كانت مميزة جدا سواء لامين يا مال الراجل اللي كان فعال جدا وجاب أسيست للهدف الأول عن طريق ليفندوفسكي أو كسادو وبرنال الاتنين اللي اعتمد عليهم فيه أكيد التساؤلات على عدم وجود جندجان هل هو للإصابة هل هو الراجل فعلا هيتباع فيه الأيام القادمة من الموسم الانتقالات ولكن الحقيقة كانوا قد المطش وأكتر على سنهم ده أما كوبرسي فكان سبب أساسي إنه يقيق حي في المباراة بتشوف كورة بيطلح من على خط المرمى بتشوف الراجل إزاي بينظم خط تفاعه تحس إنه اللي أكبر من إيناجو مارتنيز مش العكس تماما أما عن بلدي في أكيد ده الخبر السيء الوحيد لجمهور برشلونا اللي بتشوفه بيطلع مصاب من المباراة في كارسة عندك في المركز ده وكلما الراجل ده تحاول ترجعه يبقى فت يطلع على طول مصاب وأتمنى ما يكونش داخل في سكة اللعيبة العمراء صير في الملع على أطار بيدري كده اللي كلما يحاول يرجع ضربة تانية تجي تطلعه ولكن عجبني النفليج بيتصرف حتى لما بالدي خرج نزل بدله على طول اللعب جيرارد مارتن والراجل قدى الدنيا وتصرف باللي معاه والراجل بتشوف ازاي مكون تشكيلة هجومية من لامينيا مال عند كرافينيا الراجل اللي بيتطور سنة عن سنة اللي بشوف النزال مبعد جمهور برشلونا انه مش عايزه الراجل اللي جماعة مهم جدا بيلعب صنع علعاب بيلعب على الاطراف لو عايز تبدله ومميز جدا فيه الادوار خصوصا الكرييتف اللي نقص عندك او فيران تورس اللي لو ما سجلش النهاردة قريب جدا هيسجل ولكن ما نسجل هو ليفندوفسكي سواء الهدف الاول في وقت صعب جدا كورة على طول من بلدي اللامينيا مال معمولة بالعرض وبتشوف دور ليفندوفسكي لما تلعب له كور لما تدي له كور في البوكس الرجل ازاي بيتحرك الرجل ازاي يقدر يكون هداف دوري في سنه ده وبتشوف الهدف التاني على طول اللي بيزنقوا به فالنسيا بعد تقدمهم بهدف اول كان رأسية من هجو دوره بيصعب عليهم اللقاء ولكن هدف برشلون التاني في بداية الشوت الاول عن طريق ضرب الجزاء بيجيبها رافينيا اللي كلمتك عليه بكل زكاء ويخش يخلصها ليفندوفسكي هدفين في اول مباراة ويقول لنبابيه تعال نشوف ونتسابق على هداف الدوري هذا الموس كان مهم جدا ان نفليكي يطلع باول تلات نقاط من ملعب صعب تحت ضغوطات جمهور برشلونة عايز يتفرج عايز يتشوف ايه الفرق بينه وبتشافي ان كان ناس كتير جدا نسى معه لحد دلوقتي والحقيقة مباراة أولى كلها ميزات معادة حاجة واحدة بس ايه ارشى نفسيتي كده التشيرت مغير ناشي التشيرت ليه مغير احنا عايب قوي يعني لوتن تلعت قايت لك ايه فمشان غير يا جماعة التشيرتات بتاعتنا نظر اللي بجمهور برضو غلابة وبتاعه مش عايزين يدفعوهم واحد تشيك والنادي اصلا تحس ان مفو سبونسر يشيل التشيرت ويغير برشلونة مغيرتش التشيرت اللي حيعطي 19 نادي في اسبانيا غيروا 20 نادي في انجلترا غياء انت مش قولي تلعب بالتشيرت الصفرة دي في حاجة غلط صح ولا يا عمد ده طبيعي ده احنا ننزل قريب بتشيرتات ارزع افسي وهنعمل هوم واي نبقى احنا عاملين وبرشلوع مش عاملة انا بقول لك عشان بحبك مش بكري علي حلقة التشيرتات جاية ومش عارف ادخلك مش حد بيخش بفانيلا واحدة مني مام تشيرتين ماكسي مام 3 عارفين لو محتاجين ديزاينر ولا حاجة نادر سامير موجود بيعمل ديزاينات طحفة لو نايك يعني ايه محتاسة في الفترة الاخيرة هايزنوا علينا في حلقة تشيرتات متأخرين متأخرين يا ادهم متأخرين انا بحملك المسئولات اما عن ريال مدريد فمفاجأة اكيد يا فوزي مفاجأة بابابي برودريجو ربطها وجود مبابي في العيال دي معها في الفيفا توقع خسرت بيهم سبعة ضد اياد الموقع سياك من انا انا كان عندي لو مش متابعني عليها في فتك الستوريز دي بس الفرقة خطيرة الفرقة فعلا يا جماعة شكلهم جالكتكوس جديد رائعين مبهرين الاربع فعلا لما بيتحطوا في البوستر شكلهم مرعب وكمان مع هدف اول في الديقة 13 رودريجو اللي بيثبت ان انا مش قلية والعلمة بقى خليها نخش في الكلام الجرح رودريجو النهاردة افضل واحد في الرباع افضل من مبابي افضل من بيلنجهام افضل من فينيسيو الجونيو الوحيد النهاردة اللي كانش بيبحث عن المجد الشخصي الوحيد النهاردة اللي كان بيحاول يلعب لما جات لفرصة قدر النهاردة في استهزاء بفريق مايوركا بعد الهدف الاول اللي رياحك اول النهاردة تحس انهم كسبانين كسبانين المطش هو الهدف جاي جاي بس يا ترى مين اللي هيجيبه ولكن قصة حزينة فكرتني بجيل اسمه الجالاكتيكوس كان عنده نجوم زي زيدان وفيجو ورونالدو وبيكام وقوين وراؤول وموريينتس وعد النهاردة انت بتدفع تمن واضح وصريح لللاعب توني كروس اللي قرر الاعتزال الراجل اللي فقدت معاه رتم نص الملعب امتى يهدأ وامتى يعلى امتى قرر اوديك في كرة وامتى قرر امس الكرة شوية وهدي اللعب تماما امتى دافع وامتى هاجم اهو كل لعيبة نص الملعب لو حطتها فوق بعض ما تدكش واحد عنده صفات كروس اللي كان بيقدمها الموسم اللي فات بكل يا جماعة صراحة ومحدش يزعل فرق المستوى الهجومي تدريجيا بينزل لمستوى النص تدريجيا بينزل لمستوى الدفاع الكرفة عامل عندك كده ونازل كده النهاردة سواء فالفيردي او تشاوميني مش مقدمين لك الادوار الكافية سواء دفاعيا او هجوميا ما عندهمش الحتة الابداعية ما عندهمش الاضافة الهجومية القوية اللي كانت متواجدة في نص ملعب ريال مدريد فرق كبير جدا ان اقتكار النص ملعب والسولاسية كاسيميرو كروس مودريتش باللي بيحصل سواء فالفيردي وتشاوميني او حتى كما فينجا رجع من الاصابة جنبه فالفيردي او تشاوميني مش هتفرق مودريتش لا يعتمد عليه اكيد في الحتة الدفاعية هجوميا انت هتاخد منه تلت ساعة هتاخد منه شوت هتاخد منه ماتش في الشامبيونزليج ولكن مش اكتر من كده الراجل بتتكلم في سن الاتنين واربعين تقريبا غير مطالب منه باي شيء ولكن النهاردة هي أرسة وين الأنشلوتي أرسة وين الخط الدفاع النهاردة روديجيرو ملتاو مكنوش في مستواه النهاردة كرفخال اه بييجي على نص الموسم التاني بينفجر معاك ولكن في سنه شيء مقلك ممكن يطلع ممكن لا اما عن مندي فانا ولا راضي عنه سواء الأداء اللي في الملعب ككراويهم أو أداء نفسي الراجل عبيت يعني الفول اللي عمله في آخر المطش ده متخلف عقلي ضرب الواد اللي جاب الجون طب زم موريكي انه سجل فيك رأسية في الدقيقة 53 لا انا ده قررت ضربه ضي علينا النقطتين ده غباء وتعرضت لطرد وتعرضت انك هتتزنق في المطش الجاي لانه ما عندكش الباكليفت اللي يقضي الغرض في المكان ده وبشوف ان مدريد لسه عندها وقت وعندها فرصة انها تروح تخلص في ديفيز اللي معروض على الباير مينيخ انه هو متاح للبيع 30-40 مليون خلص صفقتك وروق دفاعك كده وشبرش الدنيا لعب ستة انده محتاجه بشدة في نص الملعب واحد عقر ما تاخد رودري ايه رائق لو تطلع من الله وتقوم دافع في رودري وعرض ريال مدريد اتحول الفريد ده لقصة وشوف بقى جالاكتوكوس بجد ولكن بالشكل ده هتلاقي عيوب هنتفرج عليها في الاسباع الجاية اكيد هتطلع من دفاع ونص ملعب مدريد الدفاعي بالذات حتى انشلوتي النهارده تغييراته كانت متأخرة جدا بتشوف مطالبة من اردا جولر او اللاعب دياس انهم يعملوا حاجة في الديئة 88 سرحت منه زياد اوه ادهرك الاسماء بتاعت امبابي او فينيسيوس اللي مش قادر يلعب النهارده على مثلا المثال فينيسيوس جونيور اللي خده مافيه زي كل مباراة وطلعه عن تركيزه تماما وشتته تماما عن سير المباراة وعارف ان مافيه كان مفروض اترت في الليداس على سمانة فينيسيوس فيها ولكن افترضنا يا سيدي ان الراجل ما اترتش افترضنا ان الراجل كمل معك انت كده اوف تماما نقطة واحدة تفرق فينيسيوس جونيور عن التركيز وعنكونه يبقى افضل لاعب في العالم هنشوف الايام اللي جاية والدوري ما زالت لسه الحرب مستمرة جوالات وجوالات انها فقط البداية نقطتين راحوا من مدريد ولكن بالتأكيد الدوري لسه مكمل دوري انجليزي دوري ايطالي دوري الماني كل الملخصات والاهم في الاسبوع هنقدمها لكم كل اسبوع رازي عيوم الاثنين دي كانت حلقاتنا نشوفكم على خير افتاحوا التنبيهات عشان الحلقات اول ما تنزل تجيلكوا على طول تابعونا على السوشيال ميديا وكفيها رازع قوي لحد دوري